موسيقى 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 على اعتبار انه احنا في فترة ديال المواسيم وديال المهرجانات فانا مأكد جدا بأنه وبعد المواسيم ما اتعمارش هاد العام لم يكن منعه او ضروف قاهرة بل انه هاد الامر كيتعلق بالبارود فالبارود كنا عشنا سنوات كرقتانيوم من 3000 ريال شوية عود تلات لاتلات وخفسمائة شوية 4000 ريال شوية 5000 ريال لا يوجد مشكلة على المنطمين وعند شركاء يوفروا بارود للموالي الخير ولكن اليوم البرود وصل إلى 550 درهم يعني 11 ألف ريال بالمصاريف للنقل بمجموعة الحويجة تدخل فيه يقدروا يوصل إلى 13 ألف ريال فكيفاش نديرو مع موسم صغير في قرية هامشية للمواطنين ديلها والجمهور ديلها والقبيلة ديلها تتسنى أن هذه اللحظة تستمتع بالفرسان ديلها وبطلقة البارود وبجمال الخيول اليوم الشركة اللي كتتحمل المسؤولية وليه كتنتج البارود فهذا حيف كبير حيف كبير توجه مورود تقافي للدرج كتورة لمادي فما يمكنش اليوم بجرة قلام ومزاج ديل المحتكر أنه يوصل لها التمنى الخيالي جدا فسربة وحدة سربة وحدة اليوم إلا بدير قرصة وحدة من 15 عود راخصهم على الأقل على الأقل كيلو اللاروب ديلة البارود في قرصة وحدة فما بلوكي لكانت عندنا بحال 46 سربة في الموسم ديل سيد الغنيمي متالان ولا من يات سربة في مولايا عبدالله وممايا فوق فشحل غيخصنا ديل من 15 جعبان عمروها بكيلو ولا بكيلو اللاروب شحل من قرصة خاصنا في النهار ولا كلموسم فيه ربع أيام ولا بحال مولي عبدالله فيه سبع أيام ولا ثمان أيام فهذا والريع الحقيقي كنا اعتبره أنا ريع حقيقي يجب مرار في الوقت اللي ملك البلاد يتمين الفروسية ويدافع البارود ديل برد اللي كيصنعوا الفرجة والابتسامة على وجوه الناس اليوم يجب إعادة النظر هذا نداء موجة إلى الشركة اللي كتنتج البارود لأن الحمد لله المكونات ديلة البارود كلك هنا في المغرب احنا مع المقاربة الأمنية في مراقبة البارود داخل المواسم والميراجانات وتخصيص الحصاص اللي معروفة دون التفريط في هذا الجانب ولكن يجب مراعاة بعض المناطق اللي غتتحرم البارود لأن المنظمين يعانون من مداخل من مصاريف ومن يعني يعني التكلفة ديلة الموسم والميراجانات اللي كيدخل فيه البارود يدخل فيه الماء يدخل فيه النقل يدخل فيه التغذية يدخل فيه مجموعة ديلة الأمور الأعوال الخدامة الحراسة فنزيدوا البارود للشركاء بنغلوه لهذه الدرجة فكن نظن أنه كي نستهدف ديلة المواسم الصغر